عصام طاه طالعة مهنة حكمت المحكمة الحضورية أولا لانقضاء الدعوة الجينية بالتصالح عن الفقمة السياسية السياسية في مواقفة عصام طاه طالعة مهنة الحبس مع الشوق لمدة 16 بعد الحكم على عصام صاصب 6 شهور والسبب هو قيادة السيارة وهو متعاطي مخدرات مش بسبب القتل الخطأ وانهارت زوجته بعد الحكم لانه حكم مع الشغل والنفاذ موسيقى يا طرى بعد كل ده عصام صاصة يطلع براءة في الجلسة الجاية فعلا ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده بس قبل ما نبدأ الفيديو أتمنى من حضراتكم تعملوا لايك للموضوع واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد الناس اللي متعرفش الحكاية هقول لكم جزء بسيط كده يلخص لكم إيه اللي حصل كان عصام صاصة مروح يجيب ابنه اللي لسه مولود عشان يعمله عقيقة وسبوع ولكن وهو ماشى على الدائري تفاجأ بشخص يعد الطريق ومعرفش عصام صاصة يتفداه وللأسف خبطه بالعربية والشخص ده اتوفى في الحال وتم الأبضى على عصام صاصة ولكن خلال أيام تم إخلاء سبيله من النيابة بعد تنازل أهل الضحية عصام غير عصام سين صادعين هو كان سبب في تنفيذ قضاء الله فقط يعني مش أي شبهة ولا أي حاجة الحمد لله وكان وارد أنه أي حد أنا ممكن أطلع بعربيتي أنت تطلع بعربيتك يحصل معنا أي كده ده حادث عادي جدا يعني والناس والله ناس يعني محترمين الحمد لله وإحنا والله مسامحينهم لوجه الله سبحانه وتعالى إحنا سامحنا عشان نقوم وعرف أم والباء عمل إيه علي دي الوقت ونستجن هتبقى عاملة إيه هتبقى محروة أم مننا فإحنا مسامحين لله تحدي ومسامحين أكثر من كده وربنا يديه يصلح لحال اتنزلنا لوجه الله لأصام صاصة عشان مال الدنيا كله ما يعوضنش حاجة فأخوية فاتنزلنا لوجه الله وردينا السماح لوجه الله اتنزل لوجه الله ولكن بعد ظهور نتيجة التحليل اللي أثبتت أن عصام صاصة كان سائق العربية وهو متعاطي مخدرات أصبح مطلوب قضائيا لهذا السبب ولكن كان عصام صاصة سافر لأنه كان عنده حفلات في دبي ولما عارف الخبر وهو هناك قرر مايرجعش لأنه عارف لو رجع هيتسجن ولكن بعد مدة قرر صاصة يرجع لبلده واللي يحصل يحصل لأنه عايز يطمن على ابنه ولكن قبل ما يرجع صور فيديو نفسه وقال فيه اللي نفسه يقوله قبل ما يتسجن أنا هادي الوقت نازل بلدي وممكن يكون الفيديو دوت آخر فيديو ليهات وممكن تكون هتجرالي حاجة بعد دي الفيديو دوت أنا نازل بلدي وممكن أتاخد في المطور مع إن أنا والله العظيم أغلب من إن أنا عامل أي حاجة في الدنيا غلط أنا محتاج دعمك جداً ومحتاجك تفضلوا جنبي وكل دعوة من أي حد أخر حاجة أتكلم فيها إن أنا راضي بالقضايا ربنا ووصلت في القضايا المصري وأي أن كان الحكم إيه أنا عندي سكاة كاملة في ربنا وعندي سكاة كاملة في القضايا المصري عمره ما يجع لحد عمره ما أزلي بحد وبعد الفيديو بساعات انتشر خبر الأبد على عصام صاصة وعلى طول تحول المحكمة وأثناء الجلسة طالب محام عصام صاصة بالإفراج عنه وحاول يعمل كل حاجة عشان حتى يخفف الحكم وأقول لي ساعدتك فيه تزوير محرر تأكيداً لما يقوله أمام عدلة المحكمة إذا شاءت المحكمة للتأكد فيما أقول بضمت القضية الجناية الرقيمة رقيمة كان يا فرقومي جناية التزوير فانم ده متعرض لجنايتين مفيش فيهم خطأ واحد ويحال ويجي وجيفي ثانية قال لي يا فانتب أنا مغلطكش أنا معملتش حاجة أنا وقفت وعدت عايت وطلبت النجدة وطلبت الإسعاف والراجل فوق الطريق الدائري في نصه لا يمينه ولا شماله وما عملتش حاجة عملت ماضيت للشعر العقاري قبل مسافر في مكتب أحد الناس حمية نساً وقفت ماضيت التوكيل ومشيه وأخويا راح يستلم وقال لي كان ده في تحياه وأخوه قال لي كان ده في تحياه فالموزة بقال له مضي لي هنا خاف ما بلقى عشوشارة طفل مخافت الحقيقي ده عملوان تزوير بقى جنايتين ممكن ياخد في كل جناية أحكام مشددة جدا ما عملش حاجة تعاطي مخدرات في الدنيا في في الدنيا تحليل تعاطي مخدرات على بيسة أمفيتامين وأمفيتامين لأ في جمهورية أصل العربية في ست ساعات وفتتوك في ساعة ونص وقابلوهم عايزة نكامل أبعالي طبعها مراهة برضو في ساعة ونص وقابلوهم كريم الهواري قال لك كم ساعة كم شاهد لكن ما كان شاهد ونشرح ونقدم الكلام ونشق الرأي العام طب ماشي التأيين دول أغنية جدا ده مش لايج أنا مش عايز أقول أكتر من اللي قلته في كل هذا ولكن إن مهر الطريق هو ملك الخاص لقائد السيارة فمن اختحم عليه مهر ثم لاقى حدفة فإن خطأ المجني عليه حد استوعب خطأ الجاني واستغرق هذا هو رابطة السببية في هذا المطموع وبالرغم من هذا هنا لديك القضاء مش متبسك بالقضاء بس لا هشرح عشر وقت اتعاط هشرح إن الزابط قال كان فايل هشرح إن التحديات قال كذا هشرح إن أنا مقدم ما يفيد إن كل الأدوية لو تعمل لنا تحية أطلع فيه أم في تامية لسا أخذ كونشستاني بقى عشان أعين عشان أقدر أجامسي ولا وقت كونشستاني طبعا بقرأ قلت يا الله يقولوا لي تعالوا لقابلك تحليلي هو لك محمد حبودة بيأخذ أم في تامية وصلنا للدرجة الهزلية والحلص للنيابة العامة ما تكلفش مخاطرها إنها تستدقى التطبيقش عشان تسألها الحاضر ما ورد بتحقيقات النيابة عن تعاطي المتهم للمخبرات للقصور الواقع للتحقيقات بدأتها بطريقة التحريز ثم بعدم استدعاء الطبيب الشرعي لمواجهته بما أولنا بتقرير كل الكلام ده يا فندم الحيل القضية نوديه محكمة الجنايات أربع ديابة طب كم مواطن يعمل قتل خطأ في مصر في الشهر نحن عدد الحوادث القتل خطأ ألف ومية كل شهر اشمعنا بقى وتتحدى عن سنة اشمعنا كل واحد الإعلام يصور أربع ديابة وقلتها أنا بيحكمني في جمهورية القصر العربية نص إعلام عايز كده لكن أنا ما يسل أمام دايرة لا بيهمها إعلام بيهمها الحق وقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات وأصبق الإجراءات على العقوبات حيث إنها الحصامة والحماية لا إلا زي بقول نعطي بصق إذا رحمت فأنت أخ أو أمني هاداني في الدنيا هم الرحماء وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهينوا بعفوك جهلاء ورحي قضاءك فينا رأي محتكم أكرم بواجهكم من قادم ومحتكم والحاضر يتشرب تقديم مغذرة بالنفاعي إلى عدالة سائرة وبعد مرافع الدفاع عصام ساسا القاضي حكم عليه بستة شهور مع الشغل والنفاذ ودي مش حاجة وحشة ده كده يعتبر أخذ براءة لأن معظم المحاميين اللي بتابعين قضية عصام ساسا قالوا إن الحكم مبدئي وهيتعمله استقناف وفي الاستقناف عصام ساسا هيطلع براءة أو هيتحكم عليه بشهر وساعتها هيكون قد الشهر ده وهيطلع براءة برضه والحقيقة إن ده كان خبر مفرح جدا لكل جمهور عصام ساسا وجلسة الاستقناف هتكون خلال الأيام القادمة ودعوه إن ربنا يخرجوا بالسلامة